السلام عليكم معي الفيديو للاخر بيش شوفوا النصائح الكل والتساؤلات اللي ممكن تتساؤلوها بيش تنجحوا فيها وتجيكم طريقة وسائلة وصدقوني حتى احلى ما اللي عملتها لهنا قدامكم بيش نقول لكم زي دا الاخطاء اللي ممكن تقعوا فيها سبق لي وتشاركت معكم الرسات بتفاصيل اكثر اليوم بيش نتناولها معكم طريقة اسرع شوية لو كنتم ما كانت تحبوا اكثر التفاصيل بيش تكتشفوها عالبات فيتي اي انفرسي معليكم كانت ترجعوا الرابط في صندوق الوصف لكن هذا لا يمنع انه بيش نبدو نحضروها هي اول حاجة في الرشاة متاعنا بطبيعة لهنا بش تستحقوا سبعمية وعشرين جرام من الزبدة تكون سبيسيال زبدة توريق وميتين وتسعين جرام دقيق عادي جميع الاستخدامات هذي المرحلة الاولى اللي نسميوها البورغمانيه منيش تتكون البورغمانيه تتكون اساسا من زبدة ودقيق ولو فارينا كيما شفتو لكن خلطوهم مليح مليح ومبعتالي انحلوهم على شكل مستطيل في البات فيتي اي انفرسي كيما علمتكم في الفيديو السابق الزبدة تكون هي الطبقة الخارجية في وسطها العجينة مش كيف البات فيتي تيسيونال اللي تكون عجينة في وسط هالزبدة لكن البات فيتي اي انفرسي تخدم بالعكس يعني زبدة قلبها يكون فيه العجينة ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتكونوا تبعتوني في الفيديو السابق باش تفهمو فاش قاعدة نحكي في الفيديو هذا لكن خلطو مليح مليح الزبدة مع الدقيق كسسوها باليد بطبيعة مع المراعات النظافة وإلى لبس قفازات او في الروبو كيف ما شفتو لهنا حتى لنا تحصلوا العجينة طرية وهكا تحسوها بالحق ام اقوامها كيف صلصال طرية برشا المهم مش برشا برشا يزم تكون الزبدة بيردة والفارينا بتبيعة باش تكون بحرارة الغرفة ما فيها شي لعبة دونك باش نطرحوها لهنا على شكل مستطيل هنا ماذا بيكم تعملوه مستطيل كبير باش نجمو نحطو في وسطو العجينة الاساسية اللي هي الطريقة هذي وإلى الرسيت هذي راكم تنجمو تعملوها اشتر الكمية وراه فهم مليون طريقة للتوريق ولا لطريقة التوريق في كيف 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 نريكم طريقة جس سهلة وبسيطة كيفش تعملوك التوريق الي هما جنرال مول كما علمتكم في الفيديو السابق يتكون اساسا من سانك توخ اكاهاو نعملو دو توخ دوبل ونعملو توخ سامبل ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتكونوا تبعتوا نصايح للاخر في المرحلة هذي راهو لازم 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 تستعملو زبدة التوريق او زبدة تكون مسبت المواد الدهنية اللي فيها لا تقل عن ثمانين بالمئة او اربعة وثمانين بالمئة طوا نمشي ولدي تخم بحاشتنا بستة مئة وثمانين جرام فارينا ستة جرامات من الخل اربعة عشرين جرام من الملح مئتين وخمستاشن جرام من الزبدة تكون مارجارين ولا زبدة ديليس ولا فيتالي ولا ناتيلي يعني زبدة من مصدر حيواني ومئتين وسبعين جرام من الماء نحطوا هايك الخل والستة جرامات سكر والاربع وعشرين جرام بتاع الملح نحطوهم الكلهم على الماء نحاولو نذوبوهما بعضهم الكل ومبعد تالي نحطوا كل شي في الربو ملاحظة هنا بالنسبة للزبدة اللي استعملتها في اللي هي في المرحلة هذي كما قلت لكم نجم وتعملوا مارجارين اما ابن انكم تستعملوا زبدة من مصدر حيواني كما سميت لكم لمارك اللي موجودين واي ماركة موجودة في البلاد اللي انتو ما فيها مش مشكل ولكن زد من المستحسن انكم ما تستعملوش زيت نباتي في المرحلة هذي علاش خطر الجوم تاع الزبدة الحيوانية ابن الف مرة وبالتبيعة نجم وتستعملوا زبدة التوريق بنسبة لي لهنا الزبدة استعملتها بحرارة الغرفة ذوبتها شوية لكن هي رجعت جمدت بانو الدنيا باردة برشا ولت بحرارة الغرفة لكن تمت نجم وتعملوها بزبدة الذايب اذا كالش كان لحطوا في اول فيديو فما هيك كدبت مرسوم تاع زبدة راهوا في المرحلة هذي الزبدة ما تحلت ليش وخطراني معجنتهش بالجداء في العجينة ومش مشكل ومش بالضرورة انكم في المرحلة هذي تعجنوا عجينتكم بالجداء 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 يعني يكفي لهنا انك هتتلمم لي تحسوها لدخلت بعضها كل شي يكفي يحلوها على شكل مستطيل الصغير كيف ما شفتو اصغر بالمستطيل الاخر اما على شرط يكون العرض هو نفسه عرض متاع العجينة المستطيلة الاولى باش تحطوها في بعضها الهنا بعمرت تحتهم لمدة ساعتين او ساعة في المجمد المهم لازم لازم يرتاحوا باش مبعتلي ساعدكم في طريقة التوريق نجيو للمرحلة هذي اللي هي مرحلة التوريق الهنا باش نبدأ نحط العجينة فوق المستطيل الكبير متاع الزبدة كيما قلت لكم اللي هي البرمانية نحطوا في وسط البرمانية اللي هي العجينة متاع الزبدة الهنا را هم ما تتفجعوش راي تتكسر على خاطرني ما خليتهاش ترتاح ديريك تخرجتها من المجمد هذيك عليش هي نورمال نورمال تتكسر يعني خاطرني نظرا يضيق الوقت عندي جتي اوبليجي باش نبدأ نخدم فيها ونصور لكم ونوريكم لكن متومة خليه ترتاح على اقل نصف ساعة حتى تولي بحرارة غرفة باش يصهر عليكم التعامل وما تتقطع لكم شو لا تتكسر كما تكسرت لي متخافوش حتى المنظر هذيك راهو عادي لا يفسدوا اللي ود قضية راني جزت خاطر مزروبة بالوقت لازمني كما نصور لكم بالنسبة للتور الدوبل يجبكم اجيبوا طرفي العجين بالشكل هذيك ومن بعدها تزيدوا طبقها كيف الميلف كي تغزروا لها على جنب تلاحظوا اللي فمه اربعة طبقات هذيك تتسمى التور دوبل نعملو دو تور دوبل بين كل تور و تور نحاولو نرتحو العجينة مع متاعنا او موان ساعتين عليش راهو الراحة للعجينة هذي مهمة جدا جدا وبالنسبة للي قالة دوغوة بالذات يعني لازم لازم الباتفويته ترتاح مليح ولا ما كانش القالة دوغوة دينا المنظر متاحه مهوش دائري موش مزيان اصان فورسان ومن لاخر ما تعتينيش ريزولتات بروفسيونيه دونك هذو مديزاستيوس مهمين على الاخر شوفوا الهنية التور دوبل كي قلت لكم تغزروها على الجنب تلقاوا فيها اربعة طبقات بالنسبة للي حب يعمل قالة دوغوة و شوكولات سهل برشا يكفي انك تعاوض مقدار الدقيق في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية بمقدار من الكاكاو مثلا تنقصوا خمسين جرام الدقيق عادي تعاوضوها بخمسين جرام كاكاو اماغ و يكون لونه غامق معني كاكاو النوارة ذاك فكو سواء في المرحلة الاولى ولا في المرحلة الثانية تعطيكم ريزولتات مزيانة على الاخر كل فكل يعني عبارة تدخلوا فيها مئة جرام ولا مئة وخمسين جرام من الكاكاو في الفيديتخنب والبورمانيين شاء الله تكونوا فهمتوني تاوى باب مارت تحت العجينة متاعي للمرحلة الاخيرة ساعتين طلعتها من الكونجيلاتور ومن بعد تالي خليتها ترتاح شوية بركة وباش نعمل لها اخر مرحلة متاع توريق اللي هي التور السامبل التور السامبل تبقوها تطبيقها على اليسار تجيبوها لليمين بالشكل هذا في النصف ومن بعد ترجعوا على اليمين لليسار بالشكل هذا حتى لي انت تحصلوا معناها على المستطيل ولا المربع مستطيل هو مش مربع بالشكل هذا دونك هذية تسمى التور الدوبل لهنا نكونوا كمنا التوريق متاع الباتفايتي انفرسي متاعنا نعملوا فيها السامك تور كي ما قلت لكم التريقة ولا العجينة هذي مستحيل وما تنجمش تعملوها للكرواسون على خطر هي ما هيش لوفانت ما في هيش خميرة كي ما قلت لكم تنجمو تعملها ان شوكولات لكن ما تعملوش بها الكرواسون جيكم في المملحات جيكم في برشة رساتات اخرين نجمو نستعملوها بهم جي خفيفة وهشيشة ومورقة واحسن مليون مرة من الباتفايتي نورمال دونك لهنا القالة دي هو ما تصير كان بالعجينة هذي هذية الطريقة البروفيسيونيل وكي ما قلت لكم راني اعطيتكم الالاف من النصائح في الفيديو السابق الخاص بالباتفايتي هذي انفرسي نوك معليكم كنترجعوا للفيديو الرئيسي وتتفرجوا عليه باش تستفيدوا اكثر تجاوبوا وحدكم وحدكم على التساؤلات اللي تسألت خاطر سقلت جاوبت على برشة تساؤلات وما نحبش جي ما نقعد نعود لكم في نفس النصائح باش بيتكم توما ما تفدوش وتقلقو نوك هنا ما شاء الله اللهم وصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد جاتني عجينة باتفايتي روعة بالحقيقة اذوكما اللي بتتمورسوهم تاع الزبدة راهم زبدة دي ما قلت لكم المصدر حيواني وراه يبنينا على الاخر وكتابة راهم ما بينوش وما همش باش يبانو نجيو طاولة الفخون جيبان عنا لهنا الكرام باتي سيار اللي سبقلي وتشاركتها معاكم اقل شي خمسة ولا ستة مرات نوك باش ما نطولش عليكم الفيديو عملتها وحضرتها لكن انتم ما تنجم وتحذروها وتعملوها معناها بالمكونات اللي الباتي سيار كرام باتي سيارك الجهزة ديك اما على شرق انكم تطيبوها في اربعمية مليليتر حليب مش خمسمية مليليتر حليب دونك بالنسبة الباقي المقادير عندي خمسطراشن غرام من النشاء مية وثلاثين غرام من اللوز ومية وثلاثين غرام من الزبدة يعني وعندي مية وعشين غرام من السكر وعندي بيضتين بطبيعة ما ننساوش ده كيف كيف البيضتين الميزان متاحهم ثمانين غرام دوكم توما اول حاجة تعملوها اتخلطو المية وثلاثين غرام اللوز مع المية وثلاثين غرام من الزبدة مع المية وعشين غرام من السكر غلاس المكونات كيف ما شفتوهم تردوهم بومادة مع بعضهم وبعتلي تزيدوهم بتبيعة الفيكول دو مايس اللي هي النشاء الاربعتاشن والخمستاشن جرام من النشاء وبعتلي تزيدوهم البيضتين اللي انتت تحصلوا على كريم داماند بالشكل هذا. دونك الفرانجيبان اللي هي تتكون اساسا من كريم باتي سيار مع الكريم داماند. القاعدة متاع الفرانجيبان تقول دو تيار معناها يكونوا كريم باتي سيار والان تيار يكون كريم داماند يعني بايين كيما اقولوا كريم باتي سيار معا باي كريم داماند. بنسبة لي كيما قلت لكم راني خطر تصورت وقدش من مرة معاكم الكريم باتي سيار الترديسيونال. ناك ما حبيتش نزيد نعودها لهنا باش ما نطولش عليكم. ثم اعملوا كريم باتي سيار رسات دوباز ونبعتلي زيدوها الكريم داماند بالمواصفات ولا بالكمية اللي حكيت لكم عليها. نجمو تعملوا هاك الساشي الكريم باتي سيار الجاهزة اللي تطيب في خمسمائة ميلي لتر غير متوما نقصوا اكل خمسمائة ميلي لتر اعملوا اربعمائة ميلي لتر حليب فقط. وطيبوها عادي تكون نكها بتبيعة متاحة الفاني ما تنساوش بتبيعة في الفخان جيبان اضيدو الفانيليا ورشة الملح لانو يبرزو المذاق وموهم مينا عالاخر. بالنسبة لبات فيتي اللي حضرنيها رغم يعملونا دو غالا دي غوا. دو كمتوما بيش تبدو بالوحدة الاولى تنجمو تعملو بالفران جيبان نرمال وتزيدوها تنجمو تعاوذو اللوز بالنوازي تنجمو تزيدوها البواغ كراميليزي اللي هو الجاس كراميليزي ولا التفاح ولا البرتقال ولا اي نكها تحبو عليها تنجمو حتى تعملوها بالبخاليني يعني تعملو كوش فران جيبان وكوش بخاليني ان شاء الله يربي يكون التفسير متاعي واضح بالنسبة للي تسئلني على طريقة التخزين راكم تنجمو تخزنو اللي غالا دي غوا اما يكونو نيين ما يكونوش طايبين يعني تحضروهم وتكنجلوهم وهو ما نيينة تتشوفوا في اما مرحلة تكنجلوهم. بعد ما طلعنا هنا البات متاعنا نصف البات يعني وحلينيها بالشكل هذا باش نتحصل على اول غالات باش عمنا ترساج الساعة دائرة كبيرة وبعد دائرة صغيرة اخذت دائرة 25 ودائرة 4 عمال جوست الترساج ما قصيتش وجيت للعجينة متاعي وقصيتها في النصف ملاحظة لهنا دي ما كيتحطوا العجينة وتقصوها في النصف اتأكدوا بعد انكم كيف تحطوا تغطيوا يعني على العجينة تغطيوها بالمعكوس باش اجيكم القالة دي غوا متاعكم اكيليبري ما يجيش الجنب طالع وجنب هابط هذه استيوس راهي مهمة برشا دانك والكرام فرانجيبان متاعنا تجي راهو اشد روحها تتخدم بالبوش كيف انها كيكا ما جيش سائلة كان هي سائلة حطوها في ثلاجة حتالين شد روحها والزبدة راهي لازم تكون اتمبراتور امبيانت متكونش زبدة ذايبة على خاطر الكرام متاعنا اذا كان جات كرام سائلة راهي كرام فاشلة مهيش ناجحة دانك يزمكم تعودوها وإلا تصلحوها دانك نكملو لهنا نحطو الكرام متاعنا وبطبيعة ما ننساوش الفافز هنا اخترت اني نحطك عبالوز باش نشوفوش كون باش يكون الملك او الملكة لسنة الفين واحدة وعشرين ولا هذه السنة دانك باش ندهنو الدوائر متاع البات ولا القالات متاعنا تحبو تدهنوها بالبيض البيض او بالماء لكم حرية الاختيار فماش كوني دانها بالكريم ليكيد كل واحد حر حتى بالماء راهي يكفي وليب خوفيسيونال يدهنوها يا بالبيض يا بالماء يعني ابيض البيض وإلا الماء كان لحظته لهنا قلبت كيف حطيت البات فيتي ما حطيتاش بنفس الاتجاه يعني كي الورقة وطبقتها قلبتها مشيرة الاخرى عليش باش كي ما قلت لكم اجيني ايكي لي بغي نو كنسكرها بالشكل هذا ومبعد تريد نحطها في طبق يكون فيه ورق الزبدة وربي ورق الطبق عليش باش نحو ندخل الجالات متاعي ترتاح على الاقل ساعتين في المجمد مهم جدا 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 مرحلة هذي ها بشو نقول لكم عليش على خاطر الجالات البروفيسيونال ما يطيبوا هيش على البلاسة باش اه تساعدهم باعتلي كسسوا فتخي ساج وإلا حتى باعتلي في الخدمة جيهم ما مزيانة لك هنا بعض ما رتحت الجالات متاعي لمدة ساعتين وتنجم وتخليوه حتى لمدة شهرين ما يصير لحد شي ورغم تنجم وتعملوها باي نوع مكسرات ولا اي نوع بخالي نيف في الوسط وكان لاحظتوا بعد ما كان جلتها وقصيتها على شكل دائرة تقلبوها لي بخوفيسيونال ما يطيبوهاش على الوجه اللي ريتوها فيه يقلبوها بالشكل هذا ومبعد تلي يدهنوها بخالي متكون من كرام ليكيد واصفر البيض فقط باش تعطينا هاكا اللمعة الدورير ايك اللي تكون معناها الناتوريل من غير ما يدهنوها لب نباج ولا بقلاساج ولا بشحور ولا بحط شي دونك يدهنوها او موان دو فوة ولا تروا فوة كل واحده كيفاش ومبعد تلي يعملوها الترساج الترساج راهو مش يذبحوها جسد يخططوا عليها من فوق باش يعملوا اللي يحبوها دونك كمتوما لكم حرية اختيار بطبيعة في الدكور لي تعملوه فوق القالات لهنا رهنا حاطينا في البات من اللول بكل ستة جرامات ملح لابراز المذايقات اللي موجودة في القالة دي غواء حسيروا سامحوني راهو رسد فيها برشة تفاصيل ومضطرة اني نتكلم برشة باش نوصل لكم المعلومات الكل وما ننسى حتى شي دونك لهنا بعد ما دهنتها المرة الاولى باش نعاود ندهنها المرة الثانية بين المرة والمرة نخليوه ترتاح على قلب اربع ساعة باش تنشفك الكوش الولانية متاع الدورير ونعاود لها للمرة الثانية ونبعد تالي نعملها تراساج بالنسبة لي قاسيتها باك الكوبات ديك اللي تشوفوا فيها بال 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 بالام هذيكا امتم تنجم وتقصوها بال بظهر السكينة يعني تتراسيوها تراساج بظهر السكينة راني ما نيش قاعدة ننزل جس نعمل في تخصاج خفيف من الفوق باش وقت اللي تتيف في الفور تعتيني هيكا ريزولتاب مزينة على الاخر بالنسبة لقالات غواء راحنا نطيبوها على درجة حرارة مية وخمسة وسبعين درجة لمدة خمسين او خمسة وخمسين دقيقة كل واحدة وقوة الفور متاحة اذا كان فورك قوي حطو في مية وخمسة وستين اكهو وخلي الجالات متاعك على الاقل خمسة واربعين دقيقة باش الحرارة توصل حتى للداخل وطيب لك بالقدام هذي نصيحة مهمة بنجم بنسبة للفور ورد بالك تخزنها ترجحها المجمد وهي طايبة على خاطره متخزن شوية طايبة هذي القليت متاعي بعد ما خرجت من الفور وبردت رهوريت وقت اللي وزلت سخونة ومتطبها ما خرجتها بالفور كانت يعني الارتفاع متاحها في الجوانب الاربعة رائعة بعد تالي كي بردت شوية كم شفتوا المنظر متاحها كيف نيا صدقوني قاعدت مزيانة والبنة والله عالمية حاجة لكس على الاخر ان شاء الله يا ربي تجرب الرسات وان شاء الله يا ربي ما كونش كأثرت عليكم بالاحديث وان شاء الله ما تكونوا استفدتوا وتعلمتوا رسات هذي مجانية مع لكم كانت تدعيوا لي دعيوا تخير وتعملوا اللايك للفيديو سبسكرايب والاشتراك ولا سابوني في القناة وتخليوا لي كومنتر مزيان خاطرين نبدأ نستنى في تعليقاتكم بفاريغ الصبر الزقائلة هنا بقالي كم شو نقول لكم زوز ملاحظات الملاحظة الاولى هي اني استعملت نوعين متاع دقيق استعملت خمسة وسبعين بالمية من دقيقتي سكنت سانك وخمسة وعشرين بالمية من دقيقتي كارونت سانك متوما تجمو تعملو اشتر بشتر في النهاية تنجمو تعملو اي نوع دقيق تحبو عليه وبالطبيعة ما تنجموش تعاودوا الفارينا ذيكا بالفارينا متاع الساغازان على خاطر رهي ضعيفة ومهي شي قوية وفي الرسات هذي بالذات حاشتنا فارينا تكون قوية باش البتفوية تمتعنا تنشحنا والقالي تجينا مزيانة وبشكل احلو هذي كانت الرسات متاعنا لليوم ان شاء الله يارب يكون الفيديو يعجبكم وتجربوا الرسات وتعجبكم وتشيخوا عليها وتعمق عليكم شكو لكم بسلامة